مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة 2012 المعد من قبل وزارة المالية طرحت رئاسة الحكومة رؤية اقتصادية تتمثل بمقاربة جديدة للموازنة تأخذ في الاعتبار معالجة تراكمات العوام السابقة وضبط النفقات وخفض العجز إلى 5% والدين ما دون 100% في السنوات الخمس المقبلة وتلاف الاقتراض من المصرف المركزي وإعادة النظر في النظام الضريبي رئاسة الحكومة عم تطرح رؤية جزء الأساسي مننا مالي وبذات الوقت في موازنة من وزارة المالية كمان طرحة من خلال الفزلكة رؤية عندي خوف أنه نرجع نعلق بمشكلة الأجور أنه يصير فيه انفصام بقلب الحكومة بين نظرتين لذات الملف ملاحظة تانية بالشكل عم تقترح تقليص العجز وأول سنة كان فيها عجز بالميزان الأولي هي 2011 عم تقترح ضبط الانفاق وأعلى نسبة زيادة انفاق على الأجور كانت كمان من خلال الإجراءات التي أخذتها الحكومة بموضوع الأجور أو المزوط وغيره عندي كمان ملاحظات بطريقة تسويق هالرؤية هذه أنا بتذكر وقت عملنا بريس لاتي صار في حوار كتير كبير حتى مع التيارات السي سي اللي ما كانت موجودة بالحكومة وتدعو رؤية رئاسة الحكومة الاقتصادية إلى تمويل البنية التحتية المقدرة ب7 مليارات دولار للطاقة و8 مليارات للمياه والصرف الصحي ومليارين في الاتصالات من القطاع الخاص ما لاحظت أنه هالرؤية هذه عطية الحيز الكافية لعملية إطلاق النمو بدك ترجع تغير بالرؤية الاقتصادية بدك تعمل رؤية شاملة وبدك تعمل رؤية تكون فيها درجة من المصدقية خاصة أنه اليوم خذ موضوع الكهرباء وموضوع الاتصالات اللي طرحته هالرؤية مختلف كليا عن السياسي اللي عم يعتمده وزير الطاقة أو وزير الاتصالات وزير الطاقة حتى مش عم يستعمل أموال الصندوق كيف بدي يستعمل أموال القطاع الخاص وتشير المقاربة إلى ضرورة وضع قانون استثنائي يجيز لمجلس النواب إقرار موازنة 2012 قبل إجراء قطع الحسابات القانونية على الموازنات السابقة هيدا بالوقع مش إجراء إصلاح هيدا إجراء تصحيحي لخلل صار بال2007 عندما مجلس النواب أقفل اليوم الأكترية الموجودة بالحكم هي قامت فيه وقت كانت بالمعارضة وما بين موازنة وزير المالية والرؤية الاقتصادية المقاطية تبقى الأمور تدور في حلقة مفرغة على الطاولة المتصدعة لمجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر